خبرية مهمة من كل هذه الجلسات رئيس الوزراء مثلا قال أن مواجهة التضخم هي هدف رئيسي الآن للسياسة الاقتصادية وهي أهم من سعر الصرف وأن سعر الصرف لا يعبر عن قوة الاقتصاد أنا سعيدة أنا طبعا بيقوله هذا الكلام لأنه كنا بنسمع كلام تاني وأنه تقريبا وده نفس اللي قاله محافظ المركزي لما قال هدفنا الأساسي هو التضخم ونفس الكلام اللي قاله سيد رامي أبو الناجة نائب محافظ المركزي لما قال أنه قوة سعر العملة المصرية في فترة معينة لما كنا بنقول أن العملة قوية لم تكن تعني قوة الاقتصاد ع başka جملة تاني قوة العملة المصرية في فترة معينة لم تكن تعبر عن قوة الاقتصاد مش يعني معناها أن العملة كانت كويسة فالاقتصاد كان قوي لا لأن هناك عوامل أخرى تحدد قوة الاقتصاد ورامي أبو الناجة أيضا أكد أنه التضخم هو الهدف الأساسي وأنه يتوقع المركزي بيتوقع الانخفاض في التضخم في النصف الثاني من العام البقبل النصف الثاني من 23 أيضا في جلسات النهاردة كان فيه كلمة للدكتور محمود محيد دين طبعا صندوق النقد الدولي كانت هذه الكلمة كلمة مهمة قال فيها أن السياسات الاقتصادية لا تصنع فيها الغرف المغلقة خلاص انتهى عهد صناعة السياسات الاقتصادية في الغرف المغلقة وأن التشارك مع القطاع الخاص ومع الناس كما يحدث في هذا المؤتمر اللي بيتزاع على الهواء مباشرة هو بداية الطريق وقال أن وزير المالية بسياساته الضريبية والجمركية هو المسؤول الأول عن الاستثمار في أي بلد دكتور محمد العريان الخبير الاقتصادي المعروف تحدث أيضا عن الأزمة العالمية في كلمة مسجلة وديعت فيها الجلسة الأولى تكلم عن الأزمة العالمية وشبهها بمصر كأنها بيت بيشتعل كل ما حوله وبالتالي أكيد النار ستوصل له وقال أن الأسوأ لم يأتي بعد واعتبر أنه عام 23 سيكون عاما أصعب على العالم أجمع لأنه البنوك المركزية تستهدف التضخم هترفع الفايدة ده هيؤدي للركود فإحنا عندنا سنة صعبة جدا في عام 23 مسعود أحمد مدير المدير يعني مسؤول صندوق النقد الدولي السابق عن الشرق الأوسط هي أيضا كانت له كلمة مهمة مسجلة قال فيها صحيح أن الأزمة عالمية لكن الحل هذه المرة على عاطق المصريين وحدهم بالنسبة لمصر يعني وذلك في الاختيارات الصحيحة السياسات الصحيحة ليه؟ لأنه للأسف العالم مشغول عنا بمشاكله لن يستطيع العالم أن يساعدنا وده أصده يعني أنه بالاستثمار في أدوات الدين أو غيره الناس العالم مش هيقدر يساعدنا لأنه كل العالم وكل المستثمرين مشغولين بمشاكلهم فعلينا أن نحسن اختيار السياسات الأزمة عالمية ولكن الحل مصري فقط وقال مسعود أحمد أن علينا أن ننظر إلى الدين إلى مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد وإلى حجم اقتصاد الدولة أيضا دي ثلاث حاجات قال عليها وقال إحنا شايفين أن النمو بيزداد في الاستهلاك إحنا عايزين النمو يزداد في الإنتاج إنتاج القطاع الخاص